بركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أخوة الإسلام إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخوة الإسلام طبعاً احنا في الحلقات الماضية توقفنا عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الأربعين سنة أربعين سنة وقت ما الوحي هينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث سنوات قبل العمر الأربعين اللي هو كما قال أهل السير أنه نزل على تمام الأربعين سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيد قبل العمر ده تلات سنوات حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء أنه هو يطلع يروح إلى غار فين؟ إلى غار حراء في المكان الغار ده ومن ذهب هناك في حجة أو في عمره يعني ممكن أنه طبعا يبقى صعب جدا أنه يطلع للغار لأنه طبعا مسافة وكده فممكن هو في السيارة وكده ينظر للمكان فيه يجد المكان عالي عالي جدا ممكن أنه يرى الناس صغيرة جدا على هذا المرتفع الغار ده يعني زي حجرة في داخل الجبل بمقدر أربعة أمتار وفيها جانب مطلع على بيت الله الحرام هي طبعا الجبل نفسه على بعد ميلين من مكة من المسجد الحرام على بعد ميلين النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث سنوات إلا قبل ما ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في غار حراء النبي صلى الله عليه وسلم يذهب للغار يتعبد فيه يأخذ أكله شربه أشياء منه يتزود ويطلع للغار إلى أن أتى شهر رمضان وعند تمام النبي صلى الله عليه وسلم الأربعين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة الأنم البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة قالت أول ما بدأ الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة ست شهور ست شهور من حيات الدعوة وده نوع من أنواع الوحي هي الرؤية الصالحة كان النبي صلى الله عليه وسلم في ست شهور دولا يرى الرؤية فيصبح فترى كفلق الصبح تمام دي ست شهور وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه سيدنا جبريل وهو في غار حراء فضمه غطه حتى بلغ منه الجهد قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ ضمه اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما أنا بقارئ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق نزلت سورة العلق تمام في بداية سورة العلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني فزعا شديدا جاء من غار حراء بعد هذا الأمر ويرجع لأم المؤمنين خديجة لما داخل عند أم المؤمنين خديجة ويعني رضي الله عنها فلما هدأ قالت له ما حدث قال خفت على نفسي أنا خفت على نفسي فشوف بقى الرد شوف أنا هقول لكم من أول من أول المواقفها من أول المواقف لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في ثبتها وفي يعني عمود من عمود الإسلام وبناء هذا الدين النبي صلى الله عليه وسلم يرجع وهو فزع من هذا اللي شافه ومن الملك والأمر الشديد يرجع لأم المؤمنين خديجة يقول خفت على نفسي تقول والله لا يخزيك الله أبدا على طول شايفين أنا خفت على نفسي والله لا يخزيك الله أبدا تقص منها لا يخزيك ليه إنك لا تقرأ الضيف وتصل الرحم المكارم الأخلاق اللي أنت بتعملها وصدقك وأمنتك وكل الأمور دي كلها تطعم الفقير والمسكين وبتقوم على حوائج الناس لن يخزي الله سبحانه وتعالى رجل مثلك بيفعل هذه الأمور فأخذته ورحت لمين لورقة ابن نوفل فلما ذهب إليه ابن عمها فقال قصة على ابن اسمع من ابن أخيك فسامع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا كبير في السن فلما سمع قال له شفت قال شفت كذا كذا فقال أبشر فهذا النموس الذي نزل على موسى فقال ليتني فيها جزعا يعني صغير في السن حين يخرجك قومك قال أوى مخرجي هم هيخرجوني فرد على قال ما جاء أحد بالذي جئت به إلا أخراجه قومه ثم ما لبث أن مات ورقة ابن نوفل وفتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده أول أمر الوحي آتا اقرأ باسم ربك الذي خلق وفتر الوحي فتر يعني قعد فترة ما بينزلش لا يأتي سيدنا جبريل الفترة دي في طبعا في كتب السيرة تجد فيها اختلاف في رواياتها في روايات تقول إنها أعدت سنين ولكن الصحيح منها أنها كانت أيام أيام ظل الوحي منقطع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب فترة الوحي علشان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لينزل الوحي ولذلك بعد الفترة اللي هي دي نزل الوحي تباعا حمي الوحي الآيات تنزل وسور تنزل وأشياء على طول فكانت الفترة دي الفترة علشان خطر النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لكي ينزل عليه هذا الوحي ويستعد للقاء الملك اللي وسيدنا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي فيه الصحيح قال بينما أنا أمشي دي بقى بعد دي بديت ايه هينزل الوحي بعد الفترة بينما أنا أمشي إذ سمعت صوت الملك الذي جاءني في غر حراء على كرسي بين السماء والأرض فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه على هيئته النبي صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا جبريل على هيئته ففزع حتى أنه واع الأرض نزل في ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر أوائل صورة المدثر لقوله تبارك وتعالى والرجز فهجر الآيات ثم حمي الوحي بعد الآيات دي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يا أيها المدثر قم فأنذر قام أمر من الله تبارك وتعالى أن يقوم على الدعوة لهذا الدين قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقعد من يومها دعوة إلى الله تبارك وتعالى 23 سنة 23 سنة 13 في مكة و10 في المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم يرجع للبيت أم المؤمنة خديجة زملوني زملوني شوفوا الحصن الحصن شايفين لما أم المؤمنة خديجة تموت عامل حزن والنبي صلى الله عليه وسلم يحزن حزن شديد بسبب بسبب أن هذا هو الحصن الداخلي كان عندما يؤذى ويفعل فيه ويفعل وكذا والقوم يقولون ويقولون يرجع إلى زوجه فتقول كلمات خلاص انتهى الأمر سبحان الله هذا تعليم للنساء للزوجات أنها لا تكون ضغطة على زوجها إنما هكذا تتعلم من أمنا أم المؤمنة قدجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقوم على هذا الدين طبعا في عندنا الدعوة إلى هذا الإسلام كانت في بدايتها دعوة سرية ثلاث سنوات يعني الثلاثة شهر بتوع مكة اللي هو العهد المكي فيهم ثلاثة الدعوة فيهم سرية وبعدين الدعوة أصبحت جهرية تمام النبي صلى الله عليه وسلم دعا أم المؤمنين خدجة أول من أسلمت بالرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الفور سيدنا زيد بن حارثة سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه كان يلقب بزيد بن محمد لأنه لما أت وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده التبني انتهى وخلاص وادعوهم لأبائهم وسمي زيد بن حارثة خلاص سيدنا زيد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومرضوش الرجع مع أهله وعلته وظل واختار النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا زيد وأم المؤمنين خديجة وسيدنا علي بن أبي طالب سيدنا علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب كان في كفلته فلما كان عمه عنده أولاد كثر كتير والنبي صلى الله عليه وسلم يتجاوز من أم المؤمنين خديجة وبقى مستويه المادي كويس فعلشان شوفه إكرام اللي عمه أم أخذ مين سيدنا علي بن نبي طالب ومنذ نعمة أظافرة يعني هو صغير يعني من بداية ما الوحي ينزل كان سيدنا علي في عمر العشرة من عمره بما يقرب من العشرة من عمره ويذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي فسيدنا علي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تلاتة رابع واحد على الفور سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثانية اثنينة في كل شيء شوف دولا أول تلاتة يأسلموا سيدنا علي والسيدة خديجة وسيدنا زيد بن حارث سيدنا أبو بكر يطلع من عند النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو إلى الإسلام يدعو من؟ خمسة وقيلة ستة من العشرة المبشرين بالجنة سيدنا عثمان سيدنا عبد الرحمن بن عوف سيدنا سعد بن أبي وقاس سيدنا طلح بن عبيد الله وسيدنا الزبير الخمسة يدعوهم سيدنا أبو بكروا على الفور يأسلموا أنا بأقول لك السابقين الأولين خالص في الإسلام ثم سيدنا بلال بن رباح ثم أمين الأمة سيدنا أبو عبيد بن الجرح وسيدنا سعد بن زيد وزوجه فاطمة بنت الخطاب أخت سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عبد الله بن مسعود والأرقم بن أبي الأرقم اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيذهب إلى فين؟ إلى دار الأرقم تسمع كثير جدا في الكتب النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم فين؟ في دار الأرقم الأرقم بن أبي الأرقم المغزومي هذا من السابقين الأولين من الصحابة الذين أسلموا وغيرهم من الصحابة طبعا دولا المجموعة السابقين الأولين في هذا الدين بعد هؤلاء الصحب الكرام الدعوة أصبحت بتنتشر في بداية الأمر شوفوا خالص تنظروا إلى شيء مهم جدا وهي أول شيء كان يفعل هي الصلاة الصلاة شوفوا أنا بتكلم عن الصلاة من إمتى من أول الدعوة ومن أول الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في الصباح وركعتين في المساء دولا كانوا فريضة موجودين وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار طبعا إحنا هنكمل قصة الصلاة ونكمل أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدعوة الجهرية طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث سنوات بدأ في الجهر بالدعوة إن شاء الله تبارك وتعالى حتى لا نطيل أسأل الله الكريم أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكريم من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم